اهلا بكم اصدقائي طلبة وطالبات سنة تانية سنة وفي حلقة جديدة من حلقات الـ pure math وفرع الالجبرا درس النهاردة بنحل lesson 8 exponential functions and its applications تعالوا مع بعض كده نبدأ في اول جزء وسؤال number one بيقول كده if f such that f of x equals a power x is an exponential function then a اللي هو الـ base دوت belong to a طيب احنا متفيه مع بعض علشان يكون ده exponential function لازم الـ a يكون رقم positive without one أو ما يبقاش one يبقى معنى كده ان a هو اي رقم belong to our positive except one اللي هي letter d ودوت definition تعالوا نشوف سؤال number two بيقول لي if f of x equals three power x plus two وهو عايز if negative two ده سؤال سهل هنشيل كل x ونحط negative two يبقى three power zero أي حاجة power zero equals cam one فهنختار مع بعض letter d سؤال number three بيقول لي كده if f of x equals four power x minus one وهو عايز نجيب if of x plus one معنى كده بنعمل ايه؟ معنى كده هو بشيل كل x وببدله بx plus one فبقت four شيل الـ x حط x plus one وفي بره minus one هيحصل ايه؟ الone والnegative one cancelled فهيتفضل four power x four power x اللي هي هتكون letter a سؤال تاني number four بيقول لي if f of x equals two power x then if negative x ها هنشيل الـ x ونحط negative x فديه تعتبر two power negative one power x two power negative one معنى هي fraction اللي هي half power x يعني هنختار half power x اللي هي letter b سؤال كمان هي باش مانتسين number five بيقول لي if f of x equals five power negative x then عايزين نجيب if of x minus one وif of x plus one واحدة واحدة ادي الفايف وادي النغative هاشيل الـ x وحط x minus one وتحت ادي الفايف ودي النغative واشيل الـ x وحط x plus a plus one على مهلنا فيش اي داعي لاستعجال distribute النغative بقت negative x negative negative تبقى positive one ودي five negative x negative positive بقت negative one ده same base فنزل الـ base اللي هو five ونزل الـ power اللي فوق بنفس السين والـ power اللي تحت يطلع بعكس السين يبقى plus x plus one الـ x والـ negative x cancelled فبقت five power two five power two يعني five times itself تديك كام twenty five فنختار مع بعض letter c سؤال اللي بعده number six بيقول if f of x minus one equals two power x plus one اتعلمنا دي كتير علشان اجيب f of x بعكس السين اللي جو فبقت two power x plus one يلا plus one فبقت two power x plus two الحاجة اللي جوه عشان ترجحها لأصلها تطلحها بعكس الإشارة بتاعت هو مش عايز غير f of x فهنختار two x plus two اللي هي letter c واحد تاني قلت انا مسكت الاربع اختيارات وعملت كل واحدة فيهم f of x minus one شلت x وحطت x minus one لحد ما لقيت مين اللي طلع two power x plus one اقوله صح بس خط وقت اطول من اللازم تعالي نشوف number seven بيقولي if f of x minus one تدينا f of مين واحدة واحدة هشيل كل x وحطت مرة x plus one وحطت مرة x minus one تعالوا على مهلنا كده ادي a شيل x حط x plus one multiply نزل a شيل x حط x minus one ساعة المultiply ها add power يبقى x plus one plus x minus one البوستف والنغاتف cancelled فبقت a x x 2x طيب يبقى معنى كده هو شال x وبدلها بإيه ب2x يبقى معنى كده احنا جبنا f of 2x f of 2x اني واحدة letter c برضو سؤال سهل وبسيط واكيد كلكم حل 2 صح تعالوا نشوف number 8 f of x plus one equals 2 power x قبل ما نكمل بقيت السؤال عشان أجيب f of x بطلع دي بعكس الساين فبقت 2 power x minus 1 كده أنا جبت مين f of x هو بقى بيقولك f of a يعني ايه f of a لو شلت كل x وحطت a الانسر الاجابة هتكون 8 طيب 2 power a minus 1 ال8 دي 2 power كام 2 power c طالما الbase add الbase يبقى الpower add الpower تعالوا نطلع الnegative 1 الناحية التانية نطلعها بالايه بالplus يبقى a 3 plus 1 3 plus 1 equals 4 ونختار مع بعض letter c تمام عندك اي مشكلة تحل معايا عايزك تحل معايا كل الاسئل يلا نشوف السؤال اللي بعد كده number 9 بيقولي if f of x equals 3 power x minus 2 then the solution set of the equation if of x minus 1 equals 81 هو يعني ايه if of x minus 1 يعني امسك ال x في المسألة وبدلها بx minus 1 طيب يعني طبع 3 شيء للx حط x minus 1 وما تنساش تنزل المين 2 equals 81 يبقى 3 power x negative 1 negative 2 ب negative 3 ال81 3 power 4 يابنعملها بالcalculator يابنعمل factorize لل81 divided 3 27 divided 3 9 divided 3 3 1 كام 3 4 يبقى ال81 3 power a power 4 base power power يبقى x minus 3 equals 4 طلع دي بره يبقى x 4 plus 3 equals كام 7 يبقى solution set equals set 7 يعني نختار مع بعض letter a نشوف سؤال كمان number 10 بيقول if f of x equals 2 power x then the solution set of f 2 x minus f of x plus 1 equal 0 is what مرة كمانية بشيء لالx وحط مرة 2x وحط مرة x plus 1 يبقى 2 شيل x بقى 2x minus نزل 2 شيل x حط x plus 1 equals كام equals 0 تعال نفصل الباورات عن بعض يبقى 2 power 2x minus 2 power x وهنا 2 power 1 2 power 1 اللي هي بكام ب2 على طول اتفقنا مع بعض في الحصة ان احنا عندنا فكرتين في الدرس دوت يا اما اخد common factor يا اما الاقي واحدة double التانية فلت الصغيرة بY والكبيرة بY power 2 فانا هاجي على جنب كده اقوله لت 2 power x equals y عشان تبقى واخد على منظره يبقى دية الده او double يبقى دية y power 2 ودي y times 2 اللي هي cam 2y ممكن نعملها بالكالكليتر مود 5 3 وابتدخل 1 و negative 2 و 0 فتطلع 2 و 0 وممكن راح تاني يقول لي لا انا خدت الY common factor فتفضل Y بزيرو بزيرو والY ب2 هي هي بالزبط طيب انت جبت ايمة الY لكن المسألة اصلا كانت ايه كانت 2 power x رجحها تاني زي ما كانت يبقى 2 power x equals y اللي هي 0 او 2 power x equals الY اللي هي بكم اللي هي ب2 2 power cam equal 0 مفيش يبقى d refused 2 power x equals 2 2 d power cam power 1 يبقى x equals cam equals 1 يبقى solution set عبارة عن 1 فقط لغير 1 فقط لغير يعني نختار مع بعض letter c نشوف سؤال اللي بعده سؤال كمان number 11 بيقول لي كده if f of x equals 3 power x then the value of x which satisfies the equation ايه equation يعني قالك f of x plus 1 minus f of x minus 1 equals 24 تعال نشيل كل x ونحط x plus 1 يبقى 3 power x plus 1 minus شيل x حط x minus 1 equals 24 افصل الpower divorce separate يبقى دية 3 power x times 3 power 1 اهو دي الاولانية minus 3 power x 3 power negative 1 احنا قولنا عندنا فكرتين الفكرة الاولانية ان انا الاقي common fact لقينا common fact نعمل في ايه نطلع وبر يتفضل مين يتفضل 3 power 1 اللي هو بال3 minus 3 power negative 1 عايز سيبها 3 power negative 1 اوكي عايز تكتبها 1 over 3 اوكي انا مش هتعبك انا هكتبها زي ما هي قولنا بعد كده بسيب دي وماشي الناحية التانية طبعا معمولة times فتروح بال divide يبقى 3 minus 3 power negative 1 قولنا ده طالما بقت مجموعة ارقام فهخلصها بال calculator ادي calculator 24 over 3 minus 3 power negative 1 تطلع كلها بكام ب9 عايزين نحاول نخلي الbase add الbase عشان اقدر اقول ان الpower add الpower دي 3 power x 9 3 power كام 3 power 2 base base يبقى power power يبقى x 2 وي لو عايز solution set ب2 لا هو عايز x بس يبقى 2 على طول من غير prices سؤال كمان number 12 بيقول لي كده if f of x equals 3 power x then the value of x which satisfy f of 2 x 24 if of x minus 1 minus f of 2 equals 0 على مهلك ما فيش داعي للاستعجال هشيل كل x واحط 2x فبقت 3 power 2x minus 24 هشيل كل x واحط x minus 1 تبقى x الاول نحط بس الاول multiply 3 وبعدها نحط x minus 1 minus f of 2 اشيل x واحط ما كان كام 2 الكلام دا كله بكم بزير ادي 3 power 2x ودي minus 24 divorce separate 3 power x 3 power negative 1 minus خلينا نعملها على طول 3 power 2 دي اللي هي كام 3 by 3 equals 0 عندنا فكرتين يناخد common factor ينلاقي ان واحدة double التانية فلت الصغيرة اخليها اسمها ايه y فدي بقت y power 2 ودي y 24 times 3 power negative 1 كأنها 24 divided 3 تبقى 8y minus 9 equals كام equals 0 mode equation 3 1 negative 8 negative 9 تطلع الاولى y 9 والتانية negative 1 ما كانش فيه في المسألة y احنا اللي جبناها نرجع تاني x يبقى 3 power x equals 9 وال3 power x equal negative 1 مستحيل 3 power اي حاجة تدينا رقم negative مهما كان يبقى دية refused طيب عشان نكمل دي محتاجة أخلي البيز اد البيز عشان أقدر أقول ان الpower اد الpower 9 3 power 2 طالما البيز اد البيز يبقى الpower اد الpower طالما ال3 اد ال3 يبقى x equals كام equals 2 x equals 2 يبقى الاجابة letter c نشوف سؤال كمان number 13 بيقول لي the exponential function of base a يعني f of x equals a power x يقصد كده increasing امتا امتا بتبقى الفunction بتزيد لما تبقى عاملة كده وتقطع في 0 a و 1 امتا بيحصل الكلام ده لما a يكون رقم greater than 1 لما a يكون رقم greater than 1 خلي بالك التانية عكسه جاية حالا دلوقتي اللي هي من 14 انا مش هبعد انا هخليهم تحت بعض عشان تحفظهم مع بعض طب الحالا الحالا امتا تبقى decreasing امتا تبقى عاملة كده ها لما a يكون fraction يعني ايه fraction يعني رقم between 0 و 1 طبعا مش negative طبعا مش بيسوي 1 رقم fraction ما بين 0 وال a وال 1 الاتنين دول مهمين الاتنين دول دايما بيتكرروا في الامتحانات طيب سؤال كمان تعال كده نشوف نوسع سؤال number 15 بيقول the range of function if such that if of x equals half power x خلي بالك انا مش عايز يضحك عليه calls range مهما كان هي fraction او integer او رقم more than one دايما range يا أولاد بصوا كده بصوا بصوا الاتنين اللي فاتوا دول range دايما range الحتة دي صح او دي صح يعني دايما range من فين لفين يعني انت دايما في الامتحان يا اما هتلاقي من zero infinity يا اما هتلاقي r poster ده range ده ثابت فانت تذكر ان هو يا zero infinity يا r جه دوت او جه دوت اختار اي واحدة فيه طبعا الاجابة هنا c من zero لي infinity مش هطلع او مش هبعد عن الصفحة اللي انا عاملها ديت خلينا عشان كل الاسئلة تبقى related ببعض 16 f of x equals two power negative x او get two power negative one اللي هي half x مش هتفرق خالص اللي هي بتكون fraction زي سؤال رقم 14 فدية بتكون decreasing امتا طب ما هي decreasing على طول ال x axis يعني طول ما هي ماشية عمالها بتنقص يعني ال x axis كلها يعني ال domain كله طب ال domain كله اللي هو مين اللي هو كل ال real numbers كل ال real numbers يعني نختار letter a اسئلة سهلة وفي نفس الوقت مهمة ليه لانها بتتكرر في الامتحانات دايما سؤال number 17 بولي which of the following function is increasing علشان تكون f of x اللي هي a power x increasing لازم ال a تكون اكبر من ال one طيب اول واحدة ال f of x عبارة عن half power x fraction غلط تاني واحدة f of x three power negative يعني one over three x ما هو power negative يخليها fraction برضو غلط مش اكبر من one طيب letter c مثلا يقول لك يقول لك كده f of x two over three power x ما هو fraction يا ابن الناس برضو غلط طيب d f of x ايوة هي دي ليه عشان جات رقم اكبر من l one فنختار مع بعض letter d شوف سؤال كمان اتين بيقول لي كده n of x n of x h of x g of x اي حاجة هي زي f of x بالضبط equals negative half x plus one خلي بالك جد صح صح تخلوش استعبطك علشان تكون اصلا exponential function لازم ال base ده لانا بلونه لك ده يكون رقم belong to r بصتف except a one طب هو جايب ايه جايب رقم negative بص كده negative half اهو negative half فدي اصلا اصلا مش exponential function فتعالا كده ندور على فين كلمة not an exponential function هتلاقيها letter a letter c not an exponential function because the base is smaller than zero ما تخلهوش يضحك عليك طيب number 19 بيقول لي if f of x ادي f of x equals 2 power x plus 1 و a comma half belong to the curve of the function يعني دي مكان ال x ودي مكان مين مكان ال y then a equals طيب انا اشيل f of x وحط مكانها y اللي هي half ودي 2 وشيل x وحط a plus 1 عشان احفحل محتاج اخلي ال base add ال base عشان اقدر اقول n ال power add ال power فانا محتاج اخلي ال half دي 2 فانا اخليها 2 power negative 1 وهنا 2 power a plus 1 base base يبقى power power يبقى a plus 1 equals negative 1 طلع دي الناحية التانية مع السلامة يبقى minus 1 minus 1 يبقى a بكام يبقى a negative 2 يعني هنختار مع بعض letter d تشوف سؤال كمان سؤال number 20 معايا 3 functions معايا اول واحدة 2 power x واضح ان دي اصغر واحدة بعد كده التانية 3 power x واضح ان دي middle او medium و y3 دي 4 power x دي greatest او largest يبقى معنا كده هو احنا معانا اكبر واحدة اللي هي y3 ديت اكبر من اللي في النص اللي هي اكبر من y2 وديت وديت اكبر من اول واحدة greater than y power ون ف هنختار مع بعض letter c هكتفي معاكو في part 1 من اول number 1 لحد 20 لو عايز تشوف part 2 انت عارف اكيد هتلاقيه على المنص اشوف اشوفك على خير في بارت جديد ودرس جديد والى اللقاء موسيقى